اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونقله الى العناية المركزة بواحدة من المستشويات واصبحت على موعد دائم مع غسيل الكلة وبعد وفاة الفنانة عن راحلة القديرة عن طوانيت نجيب راحلة الفنان السوري بسام لطف يوم الجمعة التاسع عشر من أغسط 2022 عن عمر ناهزة 82 عاما لاسباب طبيعية مفاجئة وبعد ذلك أعلنت نقابة الفنانين السوريين الخبر عبر حسابها الرسمي مؤكدة على أنها ستشارك الجمهور بمواد التشيع والدفن ومواد التعزية وهذه بعض الصور للفنانات السوريات التي شاركت بالعزاء والبداية مع جودي ياس أبو غزالة حفيدة الفنان الراحل بسام لطفي الفنانة الشابة روعة السعدي الفنانة القديرة نادي خوري الفنانة شكران مرتجح الفنانة ديما قندلفت الفنانة القديرة عماني والي الفنانة مي مرهج الفنانة رناء العظم الفنانة سلافو خرجي الفنانة فيلد سمور الفنانة 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 القديرة سلم المصري موسيقى الفنانة ريم عبد العزيز موسيقى موسيقى الفنانة موسيقى 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 الفنانة فادي خطاب موسيقى 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 الفنانة هناء نصور الفنانة سحر فوزي الفنانة لما إبراهيم والسيد فراس أبو غزالة ابن الفنان الراحل بسام لطفي والفنان الرائع ياس أبو غزالة ابن الفنان الراحل بسام لطفي وفي نهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر